طيب إذا كان الشخص يوجد عليه ديون هل يجوز أنه يدفع أو يعفى من الزكاة يعفى من زكاة الفطر زكاة الفطر أو زكاة المال هو سيبها مفتوحة فإحنا نوسع السؤال بتاعه طيب إذا الشخص يوجد عليه ديون فإحنا نجبه له شاملة فطر أو مال إحنا قلنا زكاة المال المال بلغ النصاب وحال عليه الحو وجبت عليه الزكاة تمام كده؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحو يعني عدت عليه السنة الهجرية وجب عليه الزكاة طيب كون لو أنا رجل أعمال مثلا وعندي المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحو وعندي شراكات مع شركات أخرى وعندي مديونيات وعندي هكذا بس أنا عندي رأس المال الذي هو بلغ النصاب وحال عليه الزكاة لكن إذا كما ديون وماله لم يبلغ نصابا ولم يحل عليه الحول هذا لا يخرج زكاة عنه لأنه أصلا غير مؤهل لشروط وجوب الزكاة هو ما عندهوش لكن زكاة الفطر إحنا قلنا أنه ما يكون فائضا تجب على كل واحد عنده فائض من احتياجاته الأساسية في يوم ولا أظن أن يعني رغم أنه عنده ديون بس يلاقي أكله وشربه بيطلع الزكاة لا هذا يخرج زكاة الفطر إذا كان الديون بتاعته هو يوفيها أو عنده يعني أو قتل السداد ويستطيع أن يسدها بطريقة أو بأخرى وعنده فائض في احتياجاته الزكاة الفطر يا أخواننا هي عشر يورو يعني أو مقدار اثنين تلاتة كيلو أو وضبتان من الشاورمة أو غيرها هذه مسألة سهلة جدا ولا أظن أن الإنسان يعجز يعجز في هذه الحالة إلا يعني إذا كان هناك يعني الحاجة الملحة أنه لا يجد فعلا ما يقتات به في يوم لكن أظن أن السؤال كده أجبنا عليه من الناحيتين يجب عليه زكاة الفطر الفطر